اهلا وسهلا مرحبا بكم معي في قناة شوات ام هيتم فيديو جديد ووصفة جديدة وصفة اليوم ان شاء الله كيفما تتشوفوا معي انا نشارك معكم طريقة تحت المثمن تيجي اكتر من رائع تيجي مورق ناجح مليون بالمئة بطريقة اه سهلة وبسيطة مختلفة شي شوية ولكن ناجحة وخامر تكوني جربتي المثمن او العمر وصدق لك غادي اطلق لك بهالطريقة فقط تبعوه لفيديو احتل لخير باشتشوفوا اه جميع التفاصيل اه انا متأكدة اللي دقوا عندكم غادي اه غادي اعجبوا غادي اطلب الطريقة واندوزوا مباشرة المقادير وطريقة تحضير على بركة الله اول حاجة اخدينا واحد القسرية اخ وضعت فيها اهنا اجوز لايف نتع دقيق الفورس ارطب اه نوعية ممتازة او عندي اهنا واحدة زلافة نتع دقيق اه الصلب او ما يسمى بالفينو يعني كيفما تنقولو اه مص ديال تنضيفو تنضيفو تنضيرو مص ديال الفورس تنضيرو فينو ايلا درنا مثلا ثلاثة زلايف ديال الفورس رغا نديرو زلافة ونص ديالفينو نضيرو زلافة ديالفينو او لا بالقرام مثلا درنا 500 قرام نتع الفورس قد نديرو 250 قرام نتع الفينو هدا هو المقدار اللي درت انا هناي عندي 500 قرام متع الفورس او درت 250 قرام نتع الفينو صفي غادي نجمع كيف مازا تشوفوا معايا در صغير واحد لما علقها انتع الملح يعني ما تنضير احتش اضافات فقط الملح والماء بالنسبة لما اللي تنجمع به فهو ما بارد الاساس دي لهاد العجين خصوة نطلعوها قاسحة بمازا تشوفوا معايا فانا غادي نحاول انا ننجمعها وما نخليهاش ديني اه تطلع جارية من اللوء غادي نطلع اه العجينة قاسحة هنحاول انا ننضيف المغي بتدريش حتى غادي نجمع العجينة هدا هو اساس دي لهاد المسمن صراحة هاد المسمن انا جبتم واحد المحترفة اه تتصدر لي كوموند وصراحة المسمن دي لها غزال وعجبني بزاف وجربته وبدأت يصدق لي عينين مليون في الميئة وقول لي ضاقوا اراه تيشكروا لك شا علاش قلت علاش اللا ومن ما نشاركوش معاكم طفي كيف ما تتشوفوا معايا هنا مبعد مجمعنا العجين مبعد مجمعنا العجينة دي لنا طفي انا تنحاول انني متلكا واحد تلكا خفيفة غيباش اتجنتو لي العناصر متن تلكش العجينة لان العجينة كيف ما كتلكم راها قاسحة متن تلكهاش بزاف كيف ما تنديروه الطريقات المسمن العادية دير الماء وتلكيو التالبونية كيف ما تنقولوا بالتالي جدينا لا بالعكس انا غي تنجمع غي تنحاول انني نجمع العجينة خصوصا الى كانت تبغيت تديروها الطريقة فمن احسن تديروها مثلا تتعجنوه في صباح وتخليه تلعشية او لا تعجنوه باللين وتخليه هيبات في التلاجة اه شوفوا معايا القاوام للعجينة يعني راح قاسح هنا حتعمدت انا نوريكم القاوام هذا هو الاسس دي لها او للسير دي لهاد العجين او للسير دي لهاد المسمن طفي اخذت واحد البلاستيك وغادي نوضع فيه ديك العجينة ونحاول انني نزيار مزيان نسدع لها مزيان كما تتشوفوا معايا ونخليها ترتاح بالنسبة لي انا هاد العجينة فانا را خليتها باتت يعني كنت وجدتها فلاشية وخليتها في التلاجة يعني ما تخافوش عليها تقصتها يومين في التلاجة ما غادي وقع لها تشي حاجة بشرط انها تكون في التلاجة باش تبقى محافظة على ذيك هي في نفس الوقت تتجمس لنا وتطلق لنا اللاجينة ولكن تتبقى شدة ديك القصوحية دي لها خلينها غايفو قصاتها العامة في الكزينة فرا هي غترتاب وغتولينا يعني بحل العجينة دي لما سمن تقريبا لعادية وهذا الشي اللي ما بغيناش احنا بغينا ننعجنوها واني نطلعه قاصح شوفوا معايا كيف الشي يجي القاوم فهو راها يعني راها دي الكاترة الصابرة وفي نفس الوقت راها بقاتت نحافظة على ديك القصوحية دي لها لانها درناها في تلاجة نحاولو انا نقطحها انا نقطحها هنا يبهد هادي ديالي حلوة باش نقطعوها صافي ممكن تقطعها بسكين او لغي بيديكم انا هنا يعني قاومت العجينة دي قاصح بزفدك شهلا استعملت هادي قطع هنحاول انا نقطحها على حساب يعني على حساب السمك ديال العجينة اللي بغيت انا فانا عنديها يعني شوية قاومي نديرهم متوسطين ماشي صغار ماشي كبارين بزفد تتحاولو انكم تقطعوهم يعني متقدين وفي نقط الوقت غادي ندوزهم مباشرة اننا نشكلوهم على شكل كوراية يعني هالشكل طريقة العسيادية ديالي مسمن ديتا نحضروه صافي عن مشكل هنا قاعد الكوريات اللي عندي او من بعد غادي ندوز باش غادي ندهنهم بشوية ديال السيت وغادي نحتفظ بهم غادي نقطعهم بواحد الكيس بلاستيكي ضروري من هاد المرحلة لانهو ضرور نخليهم ارتاحوا واحد شوية الا كان عندكم الوقت فهو غا يكون افضل انكم تخليهم ارتاح وغادي يساعدكم كيف ما قلت لكم انا العجينة يكون القاوم ديالها قاسح شوية فضروري من انها تخليها ترتاح واحد يعني واحد واحد المدة هنا كيف ما تتشوفوا معايا فانا سرحت سرحت العجينة بنفس الطريقة اللي تنسرحوها بها نسمن وعندي هنا بالنسبة يعني بالنسبة الخلطة اللي غادي نستعمل فانا عندي هنا الزيت باش تنعني ترش به صبح العمل وعندي الزبدة والزيت اللي مخلطين في الزلفة تانية وهنا عندي باش يعني الدقيق لترش به العجينة اللي ضروري منه فانا تنخلط الفينو مع الدقيق الفورس الرطب وتنوضحهم على جانب بعد ما تنسرح العجينة كيف ما تتشوفوا معايا هي غد تاخد معاكم شوية دلوقت فتتسرح لانها شوية تكون شدة راسها فما مشي بزاف ولكن يعني يحاولوا انكم تسرحوها يعني حتى يبدال يتشوفوا سطح العمر كيف ما تتشوفوا معايا تتسولي شفافة مزيان وعاد ندوزو منوضعو ندهنوها بذيك الخلطة الزيت والزبدة اللي خلطت معاك يعني اللي مخلطة ومحضرة واندهنو بالخلط نتعزيتو الزبدة اللي مخلط وتنرش بدك الدقيق اللي فيه الدقيق دلفينو والدقيق ديال الفورس فا في وتنحاول انا ننطوي وكذلك تنعود نرش بشوية ديال الزبدة وفي نفس الوقت تنضيف كذلك الدقيق يعني بنفس الطريق التي نحضر بها المسمى العادي غي هنا يأثر انهو يعني القوام دلاجينة تكون قاسح شوية لك شي لاشي يعطينا واحد لفويتاج رائع في هاد الملوي وتيجي غزال انا متأكدة اللي جربته غادينا الاعجاب ديالكم وغاديو اللي معتمد عندكم صافي وتنشكله على شكل مسمنات او على شكل الارغيفات صافي وتنحطوها على جانب ضروري بعد ما تنحطوه في في البلاطو او لفشي الصينية ضروري ما نغطيه لانهو احنا هتا سنسرحوا كل شيء اعاد تندوز باش غادي نخبز صافي هنا كيف ما تشوفوا معي غادي نحاول نسرح يعني المسمنة التامية وبنفس الطريقة تندوز تم نسرح المسمنة التامية احتتي بالضايبة اللي سطح العامل حاولوا انكم تسرحوها مزيان مش تجيكم مرقيقة ويجيكم مورق ذاك المسمن ما يجيكمش مدقص او لمعجن وتنهنو الوجه ديالها بدك الخالة تنزع الزيت وزبدة بالنسبة لي انها نتنكتر شوية زبدة على الزيت بالنسبة لزبدة ممكن تستعملو الزبدة ديال البواط او لزبدة ديال العباء وتنرشو بدك داك الخالة تنتع دقيق او الفينو اللي سبق لي او قتلكم فتنطوي كيف من نفس الطريقة فقمتن يعني ترشوك داك الخالات تنتع الزبدة نعودو ندهنوه ديال دقيق او الفينو اللي مخلطين حاولوا تكتروا شوية الفينو على دقيق ارهن هنا يناتنكتر الفينو على دقيق باش تيجيني في داك واحد القرماشة تيجي غزة الصراحة ففي وفق ما تنتو تنحاول انني ندهنو شوية وتنحت على جنب كيف ما قلتلكم في البلاطو ضروري ما اننا نغطيوه باش ما يديرناش ديك القشرة من الفوق ويبقا نحافظ لنا على يعني القوام ديالو مزيان صافي غادي نستمر هاكايا وتتكون هادي اخر بسينا اغنشاركها معاكم بنفس الطريقة انا بالنسبة لي انا اياه عاودت الطريقة ديالة تحضير ماشي مرة ماشي جوج ماشي بالنسبة الناس لحد انا عارفة بكيني الناس اللي تي عارفوه كل شي تيحضر الملوين ولكن كيني الناس اللي مبتدئت اللي عمرهم دخلوا الكوزينة اللي عمرهم حضروا او اللي حتى تكونوا اه تيديروا هو لكن ما تيستقش زوين اما مدقص اما ما تيجيش نموين دائما ما تيجيش زوين بالنسبة لها دوك اللي ما تيستقلهم شو ملوين فيجربوا هالطريقة ويرضوا عليها في كومنتر انا متأكدة بالان ها غادي تنجح معاهم غا تولي الطريقة معتمدة عندهم فقط تتبعوا المراحل مزيان وغادي انا انا متأكدة بلان النتيجة غادي ترضيهم هنايا كيف ما سبق ليا وقلت لكم فانا حتفت به بتلاجة هاك يعني مبعد ما ورقته مزيان وقدرته بتلاجة يعني حتلغت ليه الصباح لانه اني غادي نوجده بكري فانا استعمدت اني نحضره بالليل ونخليه للصباح وغادي اه ديك ساعز غادي نخبزه كيف ما تتشوفوا معايا فهنا هي الصباح فانا هنا هي الضرورة غادي ندوز باش غادي نخبز مسمى الفطور سوف يشوفوا معايا اصافة نخد اين سنورقوه مزيان تاريب انكم تورقوا المسمنات ديالكم مزيان مسما راه ما تيتعوج موال وبالعكس يبقى منحافظ على على القوام ديالو انها العجينة شوية شدة راسا ماشي مرخاية انتي تتهزيها ويزا تتدير الكليودينات من جناب بالعكس ما هي كيف ما تتهزيها كيف ما تتلقيها كيف ما تتبقى هنا وضعنا الطاجين وضعناها يسخن مزيان حتى يسخن مزيان تنديلوا الواحدة رشا خفيفة بالزيت وتنوضع عليه المسمن اشوفوا معايا ما شاء الله متى تتعوج موالو كيف ما قلت لكم ورا مضط الخيلة ودني لو كيف تتبقى اياها هي صافي هنا ضئين فتنحطوها في الطاجين بالمسمن بالنسبة للطريقة ديالة هي مهمة تنحطوها في الطاجين تنعود رشها من الجانب الاخر وتنقلبها وخمزين مش دشرة ثانيا تنقلبوها هالطريقة مزيانة بزاف مني نسلم تتعطينا قتيت تنفخ لنا المسمن خصوصا لنا بقيتو كل مرة تقلبوه يعني حاولوا انكم تبقى مقابلينو كل مرة تقلبوه شوية مش تخليه حتيت تحرق مواحد للجانب عاد ما تشوفوا معايا ما شاء الله كيف تشيت تنفخ وهنا الاشارة فانا راني ما استعملش نيائيا الخميرة الكميائية كان ليت يديرها في الخالط نتع دقيق اول فينو اغمراه ممكن تدير الوقت هي تتعطي نتيجة زوينة ولكن انا هنا كنت نسيتها مدرتهاش وفي نفس الوقت ترى تتعطي نفس النتيجة يعني را ما كيش الفرق طفي تنقاو نحاولو اننا نستمرو انا نقلبوه ده كالمسمنة حتيت التحمر اللي نشوفو معايا كيفش التحمر مزيان انا هنا عادراني ما خليتو مش يتحمروه مزاف لانه غادي نديره مينس طيبة وغادي ندوز نوضع المسمنة التانية بنفس الطريقة كيف ما تتشوفوا معايا تنوضحها تنزيل بسرحة شوية طفي تندهنها بوحدة رشا خفيفة كذلك بالزيت ما ننفق وتنعود من قلبها بنفس الطريقة اللي حضرت بها المسمنة اللولا غا نحضر بها المسمنة التانية وهي وكذلك يعني غادي نتقاو نستمرو حتي غا نكمل كل شي شوفوا معايا ما شاء الله كيفش تيبقى يتنفخ كما قلت لكم انا مادرت شفي الخميرة نهائيا لا في الخالات بالعجينة ولا في الخالات اللي غادي نفرق فيه المسمن ممكن تديروها التي تعطيها النتيجة رائعة ففي غادي نستمر حكا تم قنقلب حتي توجد ليا المسمنة وتم نزولها تنتمنى الفيديو يكون واضح لكم ما يكونش شرح مفهوم وباين شوفوا ما انا هنا يتنتعمد انا نخليكم تشوفوا انا اه هذك نسم من كيفش تيتنفخ في الطاجين بالنسبة لدرجة الحرارة في عغاية تكون يعني توسطة ما تكونش من خافضة بزدف لانا غا تخلي لكم المسمنية بس وما تكونش مجهدة على الحد لانا غا تخطف لكم المسمن وما غاديش يجي مزيان ضروري تديروها في الوسط يعني تكون ما هي مجهدة ما هي آآ من خافضة ففي وتنزولها وتيكون هذا هو الشكل النهائي تعالي المسمن ديان ما شوفوا معي بسم الله ما شاء الله انا متأكدة الى جربتها غادينا الاعجاب ديلكم تيجي اكتر من رائع تيجي آآ مقرمش وفي نفس الوقت فيه من الداخل واحد الفيوطاج رائع انا متأكدة بانا هنا الاعجاب ديلكم اللي كنتو اول مرة تشوفوا القناة ديلي وعجبكم على الفيديو فما تنسونيش والاشتراك في القناة وبرتاج مع الحباب والصحاب وكذلك ما تنسونيش موحد اللايك فضلا وليس اه امرا وما تنسونيش من اللي كومنتر الاجاب غربته هاد المسمن اصدق لكم وانجح معكم خليتكم على خير خليتكم في امان الله الى فيديو لاحق ان شاء الله مع وصفة جديدة ان شاء الله تقول لكم بسلامة